تستهلك وتستنزف الأوقات التي تريد لحياتك وملادك أن تأتي بحال اقتصادية عادلة والعراق اليوم يعيش أزمة متفاقمة من تراكم الصعاب المالية في الحياة وعلى مدار أشهر سابقة سعت الحكومة كما تشير إلى مشوارها الصعب حين تمر على الأشواك بفعل ما تكشفه من فساد وترهل إداري لذا ومن باب المكاشفة فإنها أوجزت ما قدمته في الآوينة الأخيرة حيث تمثل باختتام فعاليات مؤتمر بغداد الدولية الأول للمياه في الرابع عشر من آذار وبمشاركة وزارية ودبلوماسية ولأول مرة يأتي الإعلان عن مذكرة تفاهم بين بغداد وأنقرة لضمان حفظ حصة العراق من المياه ومع العالم يستمر العراق بتعزيز جسد الاقتصاد في البلاد حيث وقعت الحكومة مع حكومة هنغاريا اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري وعلمي وفني ومن هنغاريا إلى الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في تنمية العملية الزراعية تحقق التعاون المشترك الذي يقدم لبداية دعم إنشاء مشاريع صناعية تحويلية وفي ترتيب الأيام المقبلة صرحت وزارة التجارة تجهيز المواطنين بوجبة كاملة من المواد الغذائية خلال شهر رمضان عن طريق فرع شركة الحبوب فيديالا وبابل والمثنى وتواصل تجهيز وكلاء التموين بالرز والمطاحن الأهلية بخلطات الحنطة المعتمدة إلى ذلك الحد لم تتوقف الخطة الاقتصادية بل أطلق مصرف الرفدين سلفا بقيمة عشرة ملايين للعاطلين عن العمل في كل الاتجاهات يلمس العراقي ثمار الخطط الاقتصادية في الأيام المقبلة لكنها تحديات تواجه والحكومة تعيق ما تأمل إليه إلا أنها مواكبة في محاربة الفساد واعتماد مبدأ الكل ينجح أو كما يرددها الكاظمي في إصرارها على الصناعة والتقدم